بتوقيت الشرق الأوسط مسى الخير واستمرت آلة القتل والدمار الإسرائيلية بهمجيتها المعهودة دون أن تكتفي باغتيال ليس فقط سيد المقاومة في لبنان إنما رئيس حركات التحرر في العالم الإسلامي والعربي ولكن شهادة السيد حسن نصر الله على طريق القدس لوي سامن على صدر كل حر في العالم قتل المدنيين من غزة إلى لبنان أطباء صحافيين عوائل بكاملها أطفالاً نساءاً ومسعفين قابله جلسات صورية لأمم متحدة ومجلس أمن تحولا إلى مظلة لانتهاكات عدو متغطرس قائم على اغتصاب الأرض التي اشترتها مقابل السلام ومجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعاً صارئاً بدعوة من العراق شدد خلاله على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان فهل تكفي الجلسة لكسر جدار صمت عزل الأمة العربية تماماً عن أصوات المقهورين والمظلومين في غزة؟ أما وعن تكرار سيناريو غزة في لبنان وانتهاك إسرائيل لحرمات شعوب عربية ومعها انتهاك كل القمم والاتفاقيات العربية ألا يشعركم ذلك بضعف الموقف؟ وأنتم تدركون تماماً أن موت لبنان هو موت للشرق الأوسط وباعتراف العدو وماذا عن مسار التطبيع إذا كانت إسرائيل أصلاً نسفت حل الدولتين وتجاهر أنها لا تريد وإذا بتنا بلا ولا سلاح ولا دولة فلسطينية مستقلة ماذا بقي من الكرامة؟ أب التجرد والتعري والحياد تبنى الأوطان؟ أم أننا سنشهد فعلاً تحولاً عربياً حفاظاً على كرامة أمة؟